حملت راهبات معلول المختطفات أوراقاً محددة التاريخ ليطمئن محبوهن أنهن حتى الخامس من الشهر الجاري على قيد الحياة فقد بثت قناة الجزيرة تسجيلاً مصوراً للراهبات السوريات واللبنانيات المختطفات يقولن فيه إنهن بصحة جيدة ويعاملن معاملة لائقة ولم يتعرضن لإساءة وينتظرن إطلاق سراحهن ليعدن إلى دير مرتقلة وأضافت الراهبات الاثنتا عشرة أنهن كنا يفضلن البقاء في الدير برغم تعرضه للقصف لأن ذلك يعتبر من واجبهن رغم تعرضهن حينها للخطر وتوجهت الراهبات الأرثودوكسيات بالشكر إلى كل من يسعى لإطلاق سراحهن كما طالبنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين وأبدينا قبولهن في أن يكون الضحية أو المكافأة لمن سيطلق سراحه ويفرج عنه مقابل عودتهن إلى الحرية يذكر أن الخطفين يطالبون بإطلاق سراح معتقلات في السجون السورية لقاء الإفراج عن الراهبات ويعمل على خط المفاوضات مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع قطر وسوريا ترجمة نانسي قنقر